اهلا بكم افاد مراسل حلب اليوم ان اكثر من عشرة مدنيين جرحوا جراء تفجيرين اثنين وقعا في جرابلوس بريف حلب الشرقي وقال مراسلنا ان مجهولين فجروا دراجة نارية قرب سوق المدينة ما ادى لجرح مدنيين اثنين بالتزامن مع تفجير دراجة نارية اخرى قرب المدرسة الشرعية ما ادى لاصابة نحو عشرة مدنيين بجروح مختلفة تم نقلهم الى مشفى المدينة لتلقي العلاج ادانت الخارجية الفرنسية حملة القصف الجوي على ريف ادلب ودعت نظام وروسيا لوقف حملتهم العسكرية في المنطقة بسبب تأثيرها على المدنيين وقالت الخارجية في بيان لها ان النشاط الجوي لقوات نظام وروسيا ادى الى عمليات قصف مكثفة وعشوائية ما اسفر عن مقتل العشرات من المدنيين واجبر عشرات الالاف على الفرار وفق البيان قال تلفزيون الخبر الموالي لنظام طفلين توفية جرى اندلاع حريق بمنزلهما في قرية المجادل بريف طرطوس ونقل التلفزيون عن مدير فوج اطفاء طرطوس التابع للنظام ان الحريق سببه مدفأة حطب والذي ادى الى وفاة الطفلين في المنزل اضافة الى احتراق الغرفة التي كان بها بالكامل قالت وكالة الانادول تركيا ان القوات الروسية شمال الشرقي سوريا شارعت بتأسيس وحدات عسكرية محلية تابعة لها في مدينتي عمودة وتلتمر كما بدأت بتوسيع نقطتين عسكريتين لها في الحسكة واشارت الوكالة ان المرحلة الاولى ستتضمن تجنيد اربعمائة شاب وستتولى قوات يابيغي التابعة لقصة تدريبهم باشراف الروسي ومهمتهم حماية القواعد والنقاط العسكرية الروسية ومرافقتها خلال التجول في المنطقة اعلن شاب السوري ريمي حسون المنحدر من محافظة ادلب اضرابا مفتوحا عن الطعام امام منزل السفير الروسي في العاصمة الامريكية وتداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو للشاب وهو يقرع على طبلة ليلا ليقلق راحة السفير ويلفت نظر العالم الى محنة اكثر من اربعة مليون مدني في ادلب يتم قصفهم يوميا وحرمانهم من الضرورات الحياتية الاساسية والكثير منهم ما بين نازح ومشرد بسبب نظام الاسد وروسيا كشفت دراسة طبية جديدة ان مادة الكافيين قادرة على تقليل الاضرار التي تتسبب بها الاغذية الغنية بالدهون والسكر ووجد باحثون من جامعة الانوي الامريكية ان الكافيين قادر على تقليل تخزين دهون في الخلايا الدهنية والحد من زيادة الوزن وانتاج الدهون الثلاثية بالجسم نهاية الموجز الى لقاء اشتركوا في القناة